أزمة مالية عالمية ضربت غالبية الدول تأثرت أوروبا بشكل كبير بها وباتت الإضرابات العمالية هي السمة المنتشرة في القارة خاصة في بريطانيا وألمانيا ففي ألمانيا خلت العديد من أهم المطارات من الركاب بسبب إضراب دعت إليه نقابة فردي للعملين في قطاع الخدمات في خطوة أثرت على مراكز السفر في جميع أنحاء البلاد بمشاركة الموظفين العموميين والأمن والموظفين الأرضيين في سبعة مطارات في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في الإضراب واسع النطاق وبدأ الإضراب في مطاري هامبرغ وهانوفر بشمال ألمانيا قبل أن يمتد إلى مطارات فرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت وبريمين ودورتموند ما تسبب في تعطل ثلثي ركاب الطيران على مستوى البلاد وتشير تقديرات اتحاد المطارات الألمانية ADV إلى تأثر ما يقرب من 300 ألف مسافر بسبب إلغاء 2340 رحلة جوية حيث اضطرت شركة لوفاتس هانزا أكبر شركة طيران في ألمانيا إلى إلغاء حوالي 1300 رحلة بعد مشكلة في تكنولوجيا المعلومات مؤخرا وعلى الرغم من إلغاء الرحلات الجوية بسبب العطل الموجود في المواقع الخاصة بالمطارات فإن هناك رحلات استثنائية مثل الرحلات الإنسانية والرحلات الطبية والطائرات التي تنقل المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن وواجهت شركات الطيران في جميع أنحاء أوروبا صراعات عمالية منذ العام الماضي حيث أدى الانتعاش السريع في السياحة إلى نقص في الموظفين ودفع تضخم المرتفع الموظفين إلى المطالبة بأجور أعلى